ألم الرقبة، شك عامة يعاني منها الكثيرون من جميع الأعمار، وتستجيب أنواع كثيرة من ألام الرقبة البسيطة لإجراءات الرعاية الذاتية بشكل جيد والوصفات الطبيعية. لذلك، سنقدم لكم في هذا الفيديو وصفة مذهلة لتسكين آلام الرقبة والمفاصل والقضاء على الآلام نهائياً بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نتابع حلقتنا، ادعمنا بوضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. تعد آلام والمفاصل خاصة الرقبة من الأوجاع المتكررة والقوية، ووجود هذا الألم يعني التهاباً في جزء معين من الجسم، ويحدث هذا لعدة أسباب. منها الإجهاد، الوقوف لفترات طويلة، نزلات البرد، خطأ في أداء التمرين الرياضية، أو حمل الأجسام الثقيلة. وعادة ما تتم السيطرة على هذه الآلام بتناول المسكنات لأنها سريعة المفعول، لكنها في الحقيقة لم تكن أبداً لاختيار الأمثل لما لها من آثار جانبية ضارة على الجسم. وهنا يتم تقديم وصفة طبيعية بسيطة، مكونة من زيت الزيتون وقشر الليمون، والتي تعمل على تسكين آلام العضلات والمفاصل، خاصة منطقة الرقبة التي يعاني منها الكثيرون. طريقة تحضير الوصفة تقشر ليمنتان، ثم يضاف هذا القشر إلى كوب من زيت الزيتون، ويضع المزيج داخل برطمان محكم الغلق، ويحفظ في مكان جاف ومظلم لمدة أسبوعين. وبعد ذلك، يصف الزيت ويتم حفظه في وعاء كدهان مسك للآلام. ويستخدم الزيت، مثل أي علاج موضوعي على مكان الألم، حيث تدهن المنطقة المصابة جيداً. ثم تلف هذه المنطقة برول بلاستيك، والذي يستخدم في تغليف الأطعمة. وإن أمكن، يمكن لف المنطقة المصابة بقطعة قماش من الصوف. ويترك هذا العلاج حتى صباح اليوم التالي، وستلاحظ اختفاء الألم تماماً بإذن الله. وفي الختم، ندعوك لمشاركة هذا الفيديو عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فمعلومة واحدة قد تنقذ إنساناً. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.